الآن أعزائي المشاهدين محب التقوس برحب حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم طقس ومعنى مع نيافة الحبر الجليل هلأنبا بن يمين مطران كرسي المنوفية وأستاذ اللهوط التقسي بالكليات الإكليريكية ومعهد الرعي برحب نيافتك سيدنا أهلا بك 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 بفكر حضراتكم نسيدنا كلمنا في حلقات عن السلوس الكدوس ديت الحلقة الخامسة سيدنا كلمنا عن الألقاب الإلهية أن الآب والابن والروح الكدوس أغطيت ممش متساوون في الألقاب الإلهية كلمنا سيدنا عن ثم الألقاب إلهية يتساوى فيها طبع كل الألقاب اللي هي تساوى فيها الآب مع الابن والروح الكدوس سيدنا كلمنا عن لقب الله ولقب يهوى ولقب السرماضي لقب غير المحدود لقب الخالق لقب القادر على كل شيء لقب القدوس ولقب العالم بكل شيء نهاردة سيدنا يكلمنا ويكمل معنا في أربع ألقاب أخرى هم رب الحياة المعبود غافر الخطايا المخلص يعني الآب والابن والروح القدوس يطلق عليهم رب الحياة وأيضا يطلق عليهم المعبود يطلق عليهم أنهما بيغفروا الخطايا ويطلق على كل واحد منهم المخلص هنترح على سيدنا برضو ثلاث أسئلة في موضوع السلوس القدوس لماذا سمي الأكنوم الثاني بالابن وأيضا لماذا دعي الأكنوم الثاني بالكلمة احنا بنقول الله الكلمة أو الله الابن طب اشمعنا اللفظ ده وتلفظ الابن أو لفظ الكلمة دعي على الأكنوم الثاني وبرضو هنترح على سيدنا سؤال هل هناك أفضلية لأكنوم الآب عن أكنوم الابن والروح الكدس لأنه هو ينبوع طبعا هي الإجابة لا وسيدنا هيفصرها لنا ليه لا ما فيش أفضلية بين الأقانيم التلافة لكن قبل الموضوع موضوع الحلقة يوم الحد بإذن الله هو عيد الصليب ففي سؤال تقسي موجه لسيدنا بخصوص عيد الصليب عيد الصليب المرة يجاي يوم حد فماذا عن القراءات وعن الألحان في عيد الصليب شكرا يا بونا حاجة جميلة من نسبة لعيد الصليب لما يجي يوم أحد أول يوم يعني هي الزفة أول يوم وأول يوم هو اللي بيكسر الأحد فقط عشان السنة دي جاي يوم أحد فعشان كده هنحتفل بعيد الصليب كل ما يخص قراءات اليوم الأول من عيد الصليب والألحان الخاصة بالصليب ولما بيجي بقى تاني يوم يوم أحد أو تالت يوم يوم أحد ما يكسرش الأحد هو أول يوم بس اللي يكسر الأحد القراءات لو جاي تاني يوم عيد الصليب هو يوم أحد نقرأ قراءات الأحد تمام ويبقى قراءات الأحد التالت عن الصليب برده يعني الكنيسة عاملة حسابها يعني زكة عن زكة والجميزة الجميزة رمز الصليب اللي شاف المسيح من خلالها فيبقى رؤية زكة رئيس العشارين للسيد المسيح كان من خلال الصليب اللي هي الشجرة ده بالنسبة للقراءات بالنسبة للأو ترتيب العيد يعني بالنسبة للألحان هي الألحان الخاصة بالصليب والحقيقة احنا بنحتفل بالصليب ثلاث مناسبات في السنة الجمعة العظيمة ده يوم كله حول الصليب وأحداث مميزة وألحان مميزة ويوم بقى له أعماق كبيرة أوي 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 ومنحتفل أيضا بالصليب يوم عشرة برامهات لما اكتشفت الملكة هيلانة الصليب في القدس في المكان اللي كان مدفون فيه وكانوا عاملين زي كوم من الزبالة على الصليب اليهود طبعا اللي عامل الملكة هيلانة كشفت الصليب لما حطت مية آم والمناسبة الثالثة بقى عيد ظهور الصليب ثلاثة أيام لقسطنطين الملكة 17 و18 و19 توت بالظبط كده لما 27 و28 و29 سبتمبر سيدنا احنا بنصلي بالتقس الفريح في حين ان حدث الصليب نفسه احنا في جمعة العظيمة زي ما نيفتك ذكرت بيبقى يوم مهيب طقس الدريبي كمان طقس الدريبي لكن في عيد الصليب بيبقى فريح ازاي احنا يعني فرحانين وده الصليب هنا بقى الكنيسة فيما تحدثنا عن آلام السيد المسيح وده يوم الجمعة العظيمة تحدثنا عن الخلاص الذي تم بالصليب فالفرح بالخلاص عشان كده السيد المسيح نسميه المخلص وده الكلام اللي قاله الملاك للست العدر والفرح بالخلاص في عيد الصليب بيتكافأ او يعني يكمل الالم اللي بنحس به يوم جمعة الالم الجمعة العظيمة او الجمعة الطويلة كما يسمونها الناس فكده الكنيسة بتقدم الفرائتز كلها يعني كل ما يكمل الصورة يعني حاجة جميلة او الكنيسة بتاعتنا بتقدم كل حاجة في معاد معين بطريقة معينة يعني سيدنا يعني عيد الصليب في دوق القيامة عشان كده فرحانين اه لان فيما السيد المسيح مات على الصليب اقام موته يعني لحظة موته على الصليب تفتحت القبور وقام كثير من اجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور ودخلوا المدينة بعد قيامته يعني موت المسيح اعطى حياة يعني موت محي عشان كده لما الملكة هيلانا حطت ميت على الصليب بتاع السيد المسيح اه عشان كده تميز الصليب الخاص بالسيد المسيح عن صليب للصين اليمين واليسر انت السيد المسيح عندما قام احتفظ بعلامات الصليب صح كده في صليبه اعلن القيامة والحياة وفي قيامته اعلن الصليب عشان كده الصليب والقيامة حدثين وجهين لعملة واحدة يعني لكن يوم الجمعة الكبيرة او العظيمة بنصلي باللحن الادريبي عشان يعني القيامة لسه هتحدث بعد يومين يعني نعيش مشاعر الالم اه ازاي المسيح تحمل هذه الالم من اجلنا جميل لذلك نقضي اليوم كله بقى بنتابع الاحداث بتاع الالم المخلص من اجلنا ساعة بساعة لكي نخلص نحن هو تألم سيدنا عودة لموضوعنا الرئيسي اللي هو السلوس الكندوس والالقاب الالهية من ضمن الالقاب الالهية رب الحياة وفي الكتاب المقدس ذكر ان الاب لقب هذا اللقب في سفر التسنية اتنين وتلاتين تسعة تلاتين انظروا الآن انا انا هو وليس اله معي انا اميت واحي صحقت واني اشفي وليس من يدي مخلص دعن الاب رب الحياة يعني لازم بس نفهم معناها رب هنا يعني سيد او مصدر صاحب صاحب الحياة رب الحياة يعني مصدر الحياة ولذلك قال الله في التكوين بقى سفر التكوين ليكن نور فكان نور بالكلمة خلق النور وكل الخليق فقال الاب بكلمته خلق ويرسل روحه فيخلق ولذلك هنا في حتة الثالوس فيه تمايز للعمل تمايز الاب والابن والروح القدس كثلاثة اقانيم في العمل لكن التلاتة مصدر الحياة ولذلك في العهد القديم الاب اقام يعني اعظام عليش اقام اتميت وعظام ميت زيت قيم ميت الله وعمل الاب والابن الكلمة اقام موت اقام ابنة اييروس واقام شاب وحيد ام الارملة ابن ارملة اثنين او العزم والروح القدس برضو اقام من خلال معلمنا بوترس اقام طبيثة ومن خلال معلمنا بولوس اقام افتيخس فرب الحياة الاب رب الحياة والابن رب الحياة والروح القدس رب الحياة جميل وبرضو عن الابن في يوحن 11 25 انا هو القيام والحياة من امن بي ولو مات فسياح ايو المسيح والحياة اه يعني مصدر الحياة ده بكلمة لعازر هلومة خارجا والفخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطة يعني مجرد كلمة مجرد سمع اسمه من فم المسيح قام لأنه رب الحياة ولأنه كما أن الاب يقيم الاموات ويحي كذلك الابن ايضا يحي من يشاء تمام بالنسبة للروح القدس حسقيال واجعل روحي فيكم فتحيون واجعلكم في أرضكم فتعلمون أني أنا الرب تكلمت وافعل يقول الرب اجعل روحي فيكم فتحيون هو الوحي 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 بيقدم لنا الفكرة من خلال الكلمة وبيقدم لنا بالروح القدس كيف تفعل الكلمة وتعطي حياة لكذا الكلام روح وحياة وإحياء الإنسان روحيا أقوى من جسديا يعني إقامة الروح بالتوبة أقوى من قيامة الجسد لأن قيامة الجسد طبعا غير القيامة في يوم القيامة العامة لكن إقامة الجسد مهم ماتوا بعد ما قاموا يعني اللي قومهم سيد المسيح ماتوا طبعا واللي قاموا في القديم ماتوا واللي قومهم الرسل ماتوا لكن دليل إمكانية الحياة وسط الموت يعني قدرة الثالوس على الإقامة من الموت روحيا وجسديا وروحيا طبعا أهم أهم طبعا المعبود أن القاب معبود والابن معبود والروح القدس معبود بنعبد القاب والابن والروح القدس في إنجيل معلمنا متى نقلا على عهد القديم للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد هذا عن الآب وصفر المزمير المزمور مية تعبدوا الرب بفرح ادخلوا إلى حضراته بترنم هذا برضو عن الآب عن الابن في لبي اتنين عشرة لكي تكثوا باسم ياسوع كل رجبة من من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض وبرضو رسالة معلمنا بولوس الرسول لأهل الرمية أكتب بولوس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا صراحة أن بولوس الرسول هو عبد ليسوع المسيح وعن الروح القدس في يوحنى 24 الله روح والذين يسجدون له فبالروح ينبغي أن يسجد الفكرة أنها عبادة ثالثية يعني نعبد الإله الواحد المثلث الأقانين وبنذكر الثالث في العبادة يعني لما أقول نسجد للآب والابن والروح القدس ولما نجيب السجود للآب نقول مع ابنك الوحيد والروح القدس نسجد للإبن مع أبيك الصالح والروح القدس يعني عبادة ثالثية نحن لا نعبد أقنوما واحدا يعني فيه ساعات بعض الطوايف تركز على كلمة يسوع 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 لكن كنستنا وعية بالثالث فنحن نعبد الثالث القدس عبادة ثالثية وكمان غافر الخطايا الآب غافر للخطايا والابن غافر للخطايا والروح القدس غافر للخطايا في سفر ميخة الإصحاح السابع فمن هو إله مثلك غافر الإث وصافح عن الزنب وأيضا في إشياء تلاتة عربعين أنا أنا هو الماحي زنوبك وأيضا في إنجيل معلمنا متى ستة فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي هذا على الله الأب بمعنى إنه فكرة غفران الخطايا تستلزم إنه اللي يغفر يكون بلا خطايا وإلا زا كان هو له خطايا زا يغفر خطايا والحاجة التانية غير محدود لأن الخطايا موجهة لله غير المحدود فبتاخد البعد غير المحدود علشان كده الذبيحة لازم تكون غير محدودة ولذلك الإبن الكلمة صار ذبيحا بتجسده والفداء علشان خاطر يغفر الخطايا غير المحدودة الموجهة ضد الله غير المحدود علشان كده لازم يكون الفكرة دي واضحة يعني علشان المغفرة فالآب يغفر والابن يغفر والروح القدس يغفر الروح القدس دلوقتي بيغفر من خلال الكهنوت وذلك لما حد يقول للأبونا حللني يا أبونا يقول له الله يحلك فالله هو الذي يحالي للإنسان ويغفر له حد الشي يقدر يغفر الخطيئة إلا الله واحد وهكذا قيل في الكتاب المقدس والابن أيضا سيدنا في إنجيل معلمنا لوأة صحاح 7 فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطيئة ثم قال وأيضا للمرأة الخطيئة في المرأة الخطيئة في لوأة 7 والمفلوج في مرأة 2 ثم قال لها المرأة للمرأة الخطيئة مغفورة لك خطيئة بمعنى إن بيربط بين المرض والخطيئة لأن سبب المرض الخطيئة طبعا مش جارة إن كل مريض يبقى سبب وخطيئة لكن أصدي قبل الخطيئة لم يكن هناك مرض يعني لم يذكر عن آدم وحواء قبل السقوط حتة المرض الضعف أو الموت أو كده كله يه نتيجة الخطيئة وصار الموت بقى قاعدة عامة للعالم كله يعني طريق الأرض كلها يعني ولذلك مهم قوي إن احنا نربط الحياة بالتوبة يعني التوبة تعطي للإنسان حياة أبدية مش بس حياة جسدية تعطي للإنسان حياة أبدية لكن الخطيئة تعطي موتاً أبدياً من أخطأ موتاً يموت أجرة الخطيئة يموت كده يعني واضحة قوي يعني شكرا حصل الحديث في موضوع المفلوق سيد المسيح قال لهم لكي تعلموا أن الإبن الإنسان سلطان أن يغفر الخطايا يعني إيه سلطان أن يغفر الخطايا يعني إمكانية موجودة في الله فقط محدش تاني يقدر عليه لأن الله بلا خطيئة كثالوس يعني وأيضاً قادر على مغفرة الخطيئة ولأنه غير محدود يقدر يغفر الخطايا بالله الإيه بغافر الخطايا وأيضاً الإبن وأيضاً الروح القدس في كورنسوس الأولى وهكذا كان أناس منكم لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم بإسم الرب يسوع المسيح وبيروح إلهنا هنا هو الغفران بيروح إلهنا يعني بالروح القدس اللي هو التبرير وعشان كده بنقول أن كل عطية هي من الآب من خلال الإبن بعمل الروح القدس عشان كده المغفرة دلوقتي من الصليب من الإبن والروح القدس بيفعل هذا الفداء وتأثيره على المغفرة في العهد الجديد وعشان كده مغفرة الخطيئة دي إمكانية مش عند حد إله ربنا بس لقب المخلص قد يتبذر للزهن إن إحنا نقول للإبن بس هو المخلص عشان هو اللي فدانا على الصريب لا ده الآب ممكن مخلص والإبن مخلص وروح القدس مخلص أيضاً الآب فادي الإبن فادي الروح القدس فادي الرب فادي نفوس عبيده دي آية في صفر المزامير فإذاً لقب مخلص تقال عن الآب والإبن والروح القدس معانا مدخلة تأخذها الأول أم فادي علو علو مساء خيري أستبع مساء نور أنا بيك تفضلي ممكن أتكلم في يدنا بصمار معاناك سيدنا تفضلي عادتك في يدنا أنا مريضاً مرض نفسي بآلي عشر سنين ومن بعد مجال التعب دوت وأنا فجأت أقصان لي وبدأت أقرب من ربنا جداً ولما بكون في السيام بسمع حاول أسمع لقد ما بقدر وبعدم دايمت باستمرار توبة في كل وقت بطلب توبة ومع ذلك عندي خطيئة متسلطة علي ومش قادر أتخلص منها مش عارسة أتخلص منها هرق بينهم سمحي وعن خطيئة ومن دايمت بقدم توبة وهل دي محاربة من المحاربة العديوة الخطيئة دي وهل وهل ربنا أسمعني وأبيني ويشفيني شكراً اتصالك وسيدنا هيجاوبك هو أصل الموضوع بيعتمد على التوبة وهو أهم نقطة في التوبة الندم على الخطيئة كلما كان الندم عميق كلما كان سهل أنه ينتزع الرغبة في الخطيئة من الداخل لأن دايماً الخطيئة تبدأ بره وتصل إلى أعماق الإنسان فعيزة توبة عميقة فعيزة توبة عميقة عمق الخطيئة بحيث تنتزع الخطيئة من داخل الإنسان دي أول نقطة يعني التوبة مهمة جداً جداً فيعني أرجو الأخت قالت كده تركز قوي على التوبة الندم وكلما يكون الندم عميق كلما يكون تأثيره قوي ينتزع الخطيئة من داخل الإنسان دي أول نقطة النقطة الثانية الصلاة القديس مارس حق يقول من يظن أن هناك باب للتوبة غير الصلاة فهو مخدوع من الشياطين يعني ساعات الشيطان يضل للإنسان يضيع منه المفتاح ما معرفش يدخل فيبقى التوبة وعمقها الصلاة وقوتها لأن محدش بيقدر يبطل الخطيئة إلا بعمل الله بعمل الروح القدس والنقطة الثالثة الأسرار المقدسة بقى التوبة والاعتراف والتناول والوجود في الكنيسة والحياة الروحية الجميلة مع الأصوام دي بقى بتدي القوة الداخلية للإنسان علشان يخلص من الخطيئة يعني كل دي محاولات للتوبة لكن التوبة الحقيقية لما الإنسان يبطل الخطيئة؟ هو ممكن يبطل ما فيش استحالة أن يبطل يعني ولو تقل شوي يعني في ناس مثلا عادات معينة يعملوها بعدد كبير من المرات لما يبتدي توبة تقل عدد المرات إلى أن تنعدم بس هو بقى ساعات الشيطان يقوله ما أنت مش قادر تبطله قال له لا زي طالب البوبا شنودة ربنا يناح نفسه قال وهو مدرس طالب خد سفر لمدة كم شهر يعني فقال له يا ابن انت كده هتفقد السنة يعني هتسقط قال له لا يا أستاذ شوف أول سفر كان فيه خمسين غلطة تاني صفر كانوا اربعين تلت صفر كانوا عشرين فأنا بتتقدم يعني ممكن الإنسان حتى لو ما كانتش التوبة كاملة لكن جزئيا بتحصل إلى أن تكمل يعني كده يعتبر تائب يا سيدنا طبعا طبعا وربنا بيطول باله قاوي على الإنسان ومستعد يحتمل هذا إنسان ضعيف وممكن بقوة ربنا والصلاة يوصل للتوبة كامل أمين هم معنا أم أيمن ألو تفضلي بسؤالك أم أيمن انت معنا على الهوى ومعك سيدنا تفضلي بسؤالك ناخد حد ثاني معنا أستاذ مينا مساء الخير يا قدسك يا ابونا أهلا بيك معك سيدنا طبعا مساء الخير نيفتل أنت بنيانين مطرن المحبوب الحلو الجميل منارة من مراهة المجمع المقدر العاف العاف تعيش يديك العمر الصحوة كلنا الصلاة أحبية تقال من يافتك أنا عندي طفل اسم كرولس عمره 11 سنة فأحيانا الطفل ده مثلا أنا أنا أمه برضو أمه مريضة برضو فهنا بنقبز لمعهزة في الشقة طب نكفل عليه بقى بس الخابر بنخاف عليه لأتري من الفرن مثلا أو لما ننزل المشوار بنكفل عليه أو لما نمتع في مهزة في الشقة نكفل عليه أو أي حاجة نكفل عليه بنخاف عليه هل هكبه مدام قدام ربني نحسب عليه اللي أنا أطفلي ده لكن أنا مش كاربه أنا خايت عليه بقى واسكرنا الصلاة اللي نيابتك واسكرنا الصلاة رب عليكم معك شكرا شكرا هو الطفل دايما لما بيبتدي يمشي يبقى حركته كتير فلو سابوه في البيت ممكن يفتح قنبوبة البوتاجاز مثلا يعبق الدنيا مشكلة وتيجي مثلا مامته تولع كابريت علشان تشغل البوتاجاز ممكن يولع الشقة كلها فترك الطفل الوحده في البيت أمر محفوف بالخطر يعني هو 11 سنة سنه 11 سنة ومعاق أحسن لو رحضانة خاصة بالمعاقين يبقى أحسن لأن المعاق برضو بيقدر يمشي بقدر يتحرك حتى لو يعني مش قادر بحركة كاملة حركة جزئية هيوصل في أي حتى ممكن يسيق لنفسه أو يسيق للمكان فلو رحضانة خاصة بالمعاقين يبقى كويس أحسن يعني شكرا من اتصالك أستاذ مينة سيدنا اللقب المخلص أنا أنا الرب وليس غيري مخلص تعالني الاف شعياء 43-11 أه يعني ما فيش حد يقدر يخلص الإنسان من الخطيئة إلا الفادي الذي افتدى الإنسان على الصليب يعني فيش غيره قدر يعمل كده والتدبير الخلاص اشترك فيه الآب والابن والروح القدس طبعا طبعا ما هو الآب مخلص زي ما قدسك قلت والابن مخلص والروح القدس مخلص بس هو الآب مخلص بالابن والابن والروح القدس يفعل خلاص الإنسان بالأسرار فالعمل مشترك للثالوس يعني ومفهوم الخلاص هو الغفران بالتوبة والتخلص أو الخلاص من سلطان الخطيئة الكتاب قال من يفعل الخطيئة هو عبد للخطيئة طب بعد التوبة إزاي بيبقى مش عبد للخطيئة هنا السلطان بقى للخطيئة سلطان والله له سلطان على الخطيئة فالإنسان لما بيتوب وياخد المغفرة ويكون صادق في توبتوب ربنا بيديله سلطان على الخطيئة فما يعملهاش سلطان الله عن الابن في إنجيل معلمنا متى واحد واحد وعشرين الملاك بيخاطب الست العذرة ويقول لها أنها ستالد ابنا تدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيئه أيها دي واضحة جدا يعني يخلص شعبه من خطيئه لأن محدش قدر يخلص البشرية إلا الابن الكلمة بالصليب والآب أرسله لهذا والروح القدس يفعل خلاصه على مدى الأيام تسفر أعمال الرسل الإصحاح الرابع وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص هذا عن الابن وأيضا عن الروح القدس بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس هنا يقصد المعمودية وتجديد الروح القدس بقى المغفرة المستمرة لأن عمل الله مستمر يعني مش بيحصل في لحظة وخلاص لا مستمر إذن الخلاص بالله الآب والابن والروح القدس وأيضا في سفر إشعياء فتستقون ماء بفرح من ينبيع الخلاص والماء رمز للروح القدس ماء رمز العمل للروح القدس أيها تماما ناخد سيدنا فاصل صغير فاصل قصير ونعود مرة أخرى مع نيافة الحبر الجليل الأنبى بن يمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا ربي يسوع المسيح المولود من الآن قبل كل الدهر ارحمناك عظم رحمتك يا ربي يسوع المسيح الذي ولدته العظر في بيت الأحمل يهودية أضلصنا ورحمناك يا ربي يسوع المسيح الذي اعتمد في الأردني طاهر نفوسنا من دناس الخطيئة يا ربي يسوع المسيح الذي صامى عنا أربعين يوما وأربعين ليلا خلصنا ورحمنا يا ربي يسوع المسيح الذي صدق على الصريق اصحاب الشيطان تحت أهدامنا يا ربي يسوع المسيح الذي ودعى في القبر اكسار عناك شوكاة الموت يا ربي يسوع المسيح الذي قام من بين الأموات وصعد إلى السموات أقمنا بقوتك يا ربي يسوع المسيح يا ربي يسوع المسيح الأتي في ظهره الثاني اصنع معنى محبة في من بارك المخوف إنك بإرادتك وامتك ومصر التابيك والروح القدس أتيت والله استناد موسيقى عزيزي المشاهدين مرة أخرى مع نيافة الحبر الجليل الأنبى بن يمين وثلاث أسئلة هنختم بها سلسلة موضوع السلوس والكدوس ثلاث أسئلة مهمين جدا قد يكونوا لم يتبادروا على زهن البعض من حضراتكم ليه الأقنوم الابن سمية بهذا الاسم اللي هو الابن ولماذا أيضا سمية بالكلمة وهل في أفضلية ض الله الآب عن الله الابن فسيدنا نطرح عليه السؤال الأولاني ليه ماذا سمية الأقنوم الثاني بالابن هو الابن الكلمة هو مولود من الآب قبل كل الدهور في ناس بتفتكر إن السيد المسيح سمية بالابن لأنه ولد من العذراء يعني بيقصروها على الولادة من العذراء لكن هو اسمه الابن والفي البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الله الكلمة فالكلمة بنت العقل فهو الابن الكلمة دي نقطة مهمة جدا جدا لأنه مولود من الآب قبل كل الدهور فخاصية الولادة هي خاصة بالابن الكلمة وكمان ولد من العذراء في ملء الزمان لكي يخلص البشرية يعني ناسوتيا يعني فإذا يعني سمية الابن لأنه مولود من الآب قبل كل الدهور تمام الخاصية الاكنومية بتاعته هي المولودية إنه هو مولود في يحنى واحد يعني بادئ كده يعني خاصية البنوة للابن لأنه مولود من الآب قبل كل الدهور وبعدين لأنه له خاصية الولادة هو الذي تجسد فولد من العذراء في ملء الزمان عشان يخلص البشرين فسمية الابن أساسا لأنه مولود من الآب قبل كل الدهور وزي ما بنأكد ونقول أكتر من مرة لم يحدث في لحظة إن كان الآب موجود والابن وروح قدس مش موجود فالثالوس موجود الآب والابن والروح القدس منذ الأزل وإلى الأبد يعني من اللا بداية واللا نهاية واللغة البشرية قاصرة يعني يعني وصاد الكمالات الإلهية وبتقدرش يتعبر تعبير كامل وتعبير صحيح عن المفاهيم اللاهوتية أو الإيمانية الصحيحة يعني ده صحيح فبتعبر عن البشر يقدروا يفهموه كلمة ابن بتعبر شوية عن إن الابن هو صورة الآب ورسم جوهره هو نفس صورة الآب فشكلة دعي ابن صحيح حتى الكلمة يعني الكلمة الابن الكلمة فالابن مولود من الآب والكلمة مولودة وهو سمية بالتعبيرين الابن الكلمة المولود من الآب قبل كل الظهور سيد المسيح في آية سيدنا في إنجيل معلمنا يحنى بصحاحة 14 عدد 9 سيد المسيح قال الذي رأاني فقد رأى الآب اللي هو الرسم جوهره هو صورة الآب صحيح فشكلة هو ابن تمام أصل فيلوبوس التلميذ يعني قال للسيد المسيح أرنا الآب وكفال فقال له من رأى فقد رأى الآب أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلوبوس يعني الطبيعة الإلهية في الآب كوالد وباثق هي نفس الطبيعة الإلهية في الابن كمولود من الآب قبل كل الظهور فعشان كده قال له من رأاني فقد رأى الآب أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلوبوس أه هنا واضح قوي أن السيد المسيح بيأكد على المفهوم ده يعني اللي في حدن الآب هو خبره أيوة أه وكان في حدن الآب لم يزل طبعا وحتى فيه تجسد زي ما قلنا على أشعة الشمس ثابتة في القرص وموجودة على الأرض يعني لو انفصلت من القرص مش هتضيق على الأرض عشان كده الإبن ثابت في القاب بدون انفصل وزي ما قدتك وضحت المرة اللي فاتت وأكدت أنها ولادة مستمرة مش مرة وخلاص لا ولادة دائمة نور من نور زي الشمس من القرص ولادة مستمرة فيحمل الضوء إلى الأرض باستمرار من القرص إلى الأرض طيب اللقب الكلمة في اليوناني لوجوس أيوة عشان في بعض الناس سيدنا يفتكروا كلمة الكلمة زي الكلمة بتاعتنا اللي بتطلع مننا لوجوس العقل الناطق أو النطق العقل كلمة لوجوس كلمة معبرة جدا جدا كلمة يونانية طبعا بتبين قد إيه الإبن هو كلمة الآب السماوي والعقل الناطق للآب السماوي وفي الإنجليزية جاء من logic أيوة منطق مصبوط زي ما نيفتك قلت لنا هو نطق الله العقل أو العقل المنطوق به تمام ده الإبن تمام ونيابتك وضحت لنا حال جميلة أول الكلمة تعبر عن الإنسان يعني الكلمة بتعبر عننا تمام عشان كده تسمى الكلمة لأنه بيعبر عن الله ولذلك قالوا الأباء عن يوحنى لماذا سميه صوت لأن الكلمة لكي تسمع تحتاج إلى صوت عشان كده قال صوته صارخ في البري أعده طريق الرب اصنعه سبله مستقيم فهو الصوت الصارخ اللي أعلن الكلمة أو اللي أقدم الكلمة زي صوت الإنسان لما بيقدم الكلمة تعبر عن مصدر الكلمة فإحنا مش بنشوف الفكر لكن ممكن الكلمة بتعبر عن الفكر يعني كلمة اللي احنا بنصغها تعبر عن الفكر صح ولذلك تولد الكلمة من العقل وتظل في العقل حتى بعد ما تكتب على ورق وترسل أو تقال وتسجل وترسل تظل الكلمة في المصدر يعني لا يمكن أنها تتركه سيدنا معنا أستاذ هاني سلام يا أبواني سلام سيد أهلا وسهلا ليه آية كده في رسالة دفرة الأولى بقول فيها إن المسيح أيضا تقلم مرة واحدة من أجل الخطايا ألبار من أجل الآثمة اللي فيقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن محيان في الوقت الذي فيه أيضا ذهبا فكرز للأرواح التي في السجل بيتنقل بعد كده بيكامل في الآيات إذا كان الفلك يبنى الذي فيه خلص طلنون أي ثمان أنفس بالماء الذي نثاله يخلط نحن الآن أي المعمودية لا إزالة وفق الجسد بل سؤال ضمير صالحا على الله بقيامة يساء المسيح برضو محتاج أعرف يعني أي كلمة سؤال ضمير صامحا على الله بقيامة يساء المسيح أتساك أقول شكا بديك سؤال رائع بنشكرك الحقيقة يعني كلام له عمقه يعني الأولاني آآه ألا نسيت الأولاني السؤال الثاني ثاني بدك كلم بن عن المعمودية لا لإزالة وفق الجسد أعا بل سؤال ضمير صالح يعني لما بننزل في المعمودية مش المقصود غسل الجسد بالماء ولكن المية بعمل الروح القدس بتولد الإنسان ولادة جديدة بكيان روحي معين عشان كده يقول السؤال ضمير صالح هنا الضمير صوت الله في الإنسان مش صوت الله في الإنسان المكتوم لكن المعلن عشان كده الولادة من الماء والروح بتخلق إنسانا جديدا من ضمن هذا الإنسان الجديد ضمير صالح يقدر يميز بين الخطيئة والفضيلة السؤال ولكن سيدنا كان بتسأل يعني إيه قرزة للأرواح التي في السجن لما مات على الصليب مش كده اللاهوت متحد بالروح واللهوت متحد بالجسد انفصل الروح عن الجسد ونزل إلى الجحيم نزل إلى الجحيم من قبل الصليب فكرز للذين في الجحيم يعني في السجن عشان كده قال كده كرز للذين في السجن وخد الأبرار نقلهم الفردوس وظل معهم إلى القيام فبيتكلم عن اللي حصل على الصليب وقت ما مات المسيح على الصليب في الساعة التاسعة الروح انفصلت عن الجسد واللهوت متحد بالروح ومتحد بالجسد وسيد المسيح بقى كروح روحا محيا مماتا في الجسد محيا في الروح فالروح متحدة باللهوت نزل إلى السجن الجحيم وخلص الذين ماتوا على رجاء القيامة ونقلهم للفردوس يعني لحظة انفصال الروح عن الجسد عن الجسد مش اللاهوت عن الناس لكن اللاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرف تعين لهوت ثابت في الروح دي ممات في الجسد لكن وحيا في الروح وده كرز لارواحها اللذين في السجن اللي هم في الجحيم تمام يافتك بتكلمنا عن اقنوم الثاني لماذا سمية بالابن وأيضا لماذا سمية بالكلمة فنيافتك كلمتنا عن أن اللغة البشرية يعني قاصرة لكن يعني أبسط تعبير يوصل للناس هو كلمة الابن دي عشان بيدينا صورة الله الآب رسم جوهر البابا شنودة كان يقول في البدء كان اللوجوس واللوجوس واللوجوس كان عند الله وكان اللوجوس الله يعني بيشيل كلمة الكلمة يحط اللوجوس اللوجوس يعني الابن الكلمة على بعضها تعبير تعبير أدق يعني تعبير يوناني أدق والمثل بيقول تكلم كي ما أراك عشان أشوفك أو أعرفك كي أراك تكلم لكي أراك أو أعرفك ما هو الإنسان ما يبانش إلا لما يتكلم يبان بقى يعني هل هو صفاته إيه مدلولاته إيه أبعاده إيه عشان كده الإنسان بيستمد قيمته من كلمته يقول لك ده حكيم أو ده جاهل البعيد يعني أو ده أحمق أو ده لا له وزن فكري يعني الناس تقيم بعضها على حسب الكلمة والعقل المفكر يعني فبعرف الإنسان من كلمته أيها واللي بتعبر عن فكره يعني صوت الكلمة يبين معدن الحاجة اللي قدامي يعني لما خبط على الخشب غير على الحديد غير على الدهب فالصوت المعدن يعلن عن المعدن معنا أم أسامة دعا أهلا بيك تفضلي سيدنا معاك تفضلي بسؤالك سأل أتكلم أيوة أقبل الآيات يا سيدنا أهلا بحضرتك وعايز أسألك سؤال تفضلي إذن عكل البنات فيهم بنت الثالثة دي مش عايزة تخرج خالف وحتى ممتها لو نزلت سألت أي حاجة ما تنزلش معاك لو راحت للشغل برضو مش عايزة تنزل معاك هي البنت الوحيدة دي مسكة في البيت بطريقة فضيعة يعني هل في سبب أنا عايزة أعرف السبب إيه يعني يعني خطوها كبيرة وخطوها الأزغر منها على طول في الكريسة في المهربان وهنا 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 هي تقولك يا أصدنا يا تيت بحي تقعد في البيت ما لازم الأم هي اللي تعرف إمتى بدأت الحكاية دي وإيه اللي حصل قبل ما تبدأ الحكاية دي أنا من السبعات بتقول دي إيه بقول حضرتك اللي تعرفي كأم بدأت عندها إمتى الحكاية دي وليه بدأت وإيه اللي حصل قبل ما يحصل كده وسنها قد إيه وسنها قد إيه هي مامتها موظفة ومامتها أنا مربية البنت الكبيرة والصغيرة ودي جاء يا دوبت ربعانة مامتها وبيت البنوتة دي لها الوسطنية فطبعا البنت دي أقلمت بمامتها قوي عندين اخواتها جايز لأنها يعني ما تتعيدش بحضن مامتها في الأول أو مامتها عودتها على حاجة معينة يعني الكبار هم اللي بيأثروا على الصغيرين والنتائج اللي بتبان في الصغيرين بسبب الكبار فالأم لازم تراجع نفسها وتشوف هي عملت إيه وتراجع الزاكرة علشان تقدر تصلح الموضوع وفي طب نفسي للأطفال يعني قد يكون الموضوع له بعد نفسي مش كلا سيدا أنا وثق لو الأم رجعت نفسها هتقدر توصل دي حصلت إمتى وبسبب إيه وإذا عرف السبب بطل العجب لا أمكن العلاج أيها بس اها ه sweptنا عجب طب بعدين يال نتيجة اللي مهم العلاج مهم العلاج معنا أستاذ مرقص ألو 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 أستاذ مرقص اتفضل سيدنا معاك مقابل هذا سيدنا أهلا بحضرتك كل سنةistical تقريب وiędzyغاما أقدم 94 حضرتك بخير في الحالة سيدنا أنا عندي سؤال عن التناول آهلا مقدر مقدس وكان طالع عندنا الدكتور جورج حبيب الراوي وقال ان هو شقر ابونا البطرق ان هو اتناول تم تناوله عن طريق كنيسة الكبتالة الوستوكسية وقال ان هو ما كانش يعني محوم كناسيا ان الحرمان ده كان من البطرق من المتناح البابا شنونده والعمدك شوي فقط وان المجمع ما كانش موافق على كده لكن مضى يعني ضمية يعني فهل هل هو تم تناوله بالفعل وان هو اصبح عدوه في الكنيسة الكبتالة الوستوكسية ولا لأ الموطة التانية سمعنا ان المجمع المقدس مش هنعقد فهل عدم نقادر المجمع المقدس يعني في جالسة طبيعة لمنعشة الامور الامانية الصعبة اللي تمور بيها الكنيسة خصوصا بعد انحرافات البعض في بعض التعليم الكنسي خصوصا في كلية الكليوكية وتعيين البعض وتعليمات خطئة وعدم تعليم وعدم واسطة الخطيئة الجدية الاصلية في الكنيسة والناس دي متعينة بالفعل فهل ده لا يدعي مجال الشك ان يتم نقادر جالسة طبعا للمجمع المقدس لمنعشة الامور الامانية دي شوكرا سيد شوكرا سيدك شوكرا والحقيقة المواضيع اللي لها ابعاد النونز يعني مش عارفين ايه اللي حصل يعني يعني مين قال ان هو ما تابش وفي المكالمة مع سيدنا معه اكيد استشعر التوبة بعدين واحد داخل على عملية في القلب لتالت مرة وكان معرض للموت بسا فازا ما يناولوش سيدنا يعني اتجاثر اقول حسب معرفة البسيطة ان الكنيسة بتسمح بتناول والمشرف على الموت يعني بتسمح بالتناول بتاعه معمودية الضرورة في حالة خطر الموت بيرشه اي حد جنبه يعني ابوه امه اي حد بالماء اللي اعمدك باسم الاب والابن والراحة القدس يعني في حالة خطر الموت لابد انه الانسان اولا والسيد المسيح قال كده قال ليس الانسان لاجل السبت ولكن السبت لاجل الانسان فعشان جده التقص والتقييم دول في خدمة الانسان مش ضد الانسان ومحدش حضر فينا المكالمة محدش عارف اتقال ايه يعني برضو الناس بتاخد الامور من من وجهة احدية خاصة يعني اه اقدر واحد يعني يحكي الموضوع ويقول هو سيدنا طبعا وسيدنا لما بياخد قرار اكيد فيه مبررات لهذا القرار يعني فبلاش نستبق الاحداث واي حد يعني عايز يعرف طبعا يبعث لسيدنا هيقول يعني سيدنا يهموا ان الناس ما تبقاش في سجس تبقى في طمئنان وتبقى مستقرة والمسائل واضحة لكن لا يجب ان نفكر بطريقة تشكك او بطريقة ايه اتهام اه يعني فيها اصبع اتهام مش مزبوط حقيقة واحنا نصلي علشان المسائل تمشي بطريقة هادئة كويسة ونفضل الانسان عن اي حاجة وده توجه المسيح له المجد شكرا اضاحة سيدنا فعلا اعودة لموضوع السلوس والاقنوم الثاني اللي هو الكلمة الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حدن الاب هو خبأ يمكن بتعبر عن لماذا لقب السيد المسيح او الاقنوم الثاني بالكلمة ايه يعني زي ما قدسك قلت المسأل تكلم لكي اراك فالقاب رؤية في الابن الكلمة بكلمة الاب رؤية الاب او رؤوا الاب يعني دي جميلة اوي في فكرة انه الاب لم يره احد قط يعني الاب غير مرئي لكن الذي طراء في القديم والجديد في العهدين كان الابن الكلم هو اللي ظهر لابينا ابراهيم هو اللي ظهر للتلات فتية في الاتون لدانيال في جب الاسود يعني ظهرات الابن في العهد القديم كثيرة ايه وفي العهد الجديد بقى تجسده يعني ظهر عيانا بيانا وكمان خلص البشرية على الصليب سيدة كمان الكلمة تولد من العقل بغير تزاوج العشكرة تسمى الاكنوم الثاني بالكلمة لان الكلمة تولد من العقل بدون تزاوج هكذا الاكنوم الثاني يولد من الاب بغير تزاوج فهي ولادة روحية بدون انفصال تمام يعني الابن ولد من الاب بطريقة دائمة زي ما بنقول ولادة مستمرة فهو ثابت في الاب والاب ثابت فيه يعني يقول الذي فيه حضن الاب يعني ولادة مستمرة زي ما قلنا برضه وبذكرهم تاني ثبات الشعاع في القرص تمام سيدنا فيه قول حلوك الكديس كرالوس الكبير ممكن يعني يفتك تعلق لنا عليه في هذا الموضوع والزهن دائما هو اصل الكلام ووالده والكلام بدوره هو ثمرت ونتاج الزهن والزهن لا يكون ابدا بدون كلام وحينما يالد كلاما فان هذا الكلام يحمل طبيعة الزهن الذي ولده وشكله دون ان ينقصه شيء تمام يعني كلام واقعي وجميل ومعبر يعني الواحد هو بيسمع الكلام يحسك انه يعني شخص اللي بيقول الكلام ده شايف حاسس يعني تعبير جميل جميل ان الزهن ولادة الابن من الاب زي الكلمة من الزهن تمام وتظل في الزهن حتى لو نطق به هي خرجت ولم تخرج الابن ثابت في الاب حتى بعد ولادته فكيف نستطيع ان نتصور لحظة لحظة وجود زهن بدون كلمة او كلمة بدون زهن صحيح عشان كده قالها السيد المسيح بصراحة قال انا في ابي وابي في يعني لا يمكن فصل الابن عن الاب ولا الروح القدس عن الاب والاب ان خروج الكلام من الزهن وولادته منه تحدث بدون الم وان المولود لا ينفصل عنه ومن ناحية اخرى فان الكلام يظل في الزهن الذي ولده ويكون واحدا معه ان الزهن يمتلك مع الافكار شركة طبيعية واحدة ووجود واحد بدون وصيد بينه تمام فعلا كلام جميل معبر يعني رائعة لان ولادة الابن من الاب قبل كل الظهور ولادة فعلا سرائرية يعني حاجة يعني فيها عمق معين لا يرى ولكن يدرك بالفكر في حدود معينة يعني سيدنا في الدقيق الفضلة السؤال الاخير هل هناك افضلية لأكنوم الاب عن أكنوم الابن لا طبعا يعني دايما نقول جوهر متساوي جوهر متساوي ما فيش أفضلية خالص يعني يعني ما فيش فوارق زمنية ولا فوارق في القيمة ولا ولا فوارق في أي ناحية يعني لازم نرى الثالوس متساوي ثالوس متساوي عشان في بعض الناس يعني بتقولوا كون الاب هو وحده الذي لا يستمد وجوده من أكنوم آخر يعني فهل ده يعني أن الاب يضفوك على الابن لا طبعا ما هو أصل الاب يمثل كلمة ااب يعني أصل يعني هو أصل الألوها لكن يقولك كلام الملوك ملوك الكلام مش كده يعني الكلمة حين تخرج من ملك تكون معبرة عن الملك فتكون هي ملك الكلام وكلمة ملكية سيدنا يعني نيابة غطلت لنا الموضوع بطريقة جميلة حلقة جميلة وفاتت من غير ما نحس بيها ونشكر قدسك على التحضير الرائع والسئلة الجميلة ومسندتك والتشبيع نشكر سيدنا نشكر أبونا الحبيب أبونا شنودة وأيضا أسرة البرنامج وإلى أن نلقاكم كونوا معافينا في الرب ترجمة نانسي قنقر